ضمن الملفات التي يقدم قسم التحرير بالتلفزيون الوطني حول الحصيل النهائي للعام الحالي 2017 في مختلف المجالات فقد تناول اليوم الزميل أحمد قميس جمعة جانب العدل وحقوق الإنسان متابع العدل ما العدل وما أدراك ما العدل إنه ميزان أساس الاستقرار والتنمية الحقيقية لأية أمة أرادت النهوض والوحدة الوطنية الصلبة بين أبنائها وعليه فإذا أمعنا النظر لمدى تطبيق القانون نجد أن الرجل الأول من ديسمبر بذل جهودا مضنية منذ تلك الفترة وإلى يومنا هذا للوصول إلى هذا المكسب والقيمة النبيلة للمواطن والوطن إقامة العدل هي من اهتمامات القاضي الأول في الدولة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنوم الذي يصرح دوما في المناسبات الرسمية سنواصل في إصلاح العدالة لجعلها قريبة من المتقاضين كما يدعو إلى تحقيق العدالة الاجتماعية للجميع وتساوي الفرص لكل المواطنين أمام القانون هذا ولأجل معرفة أكثر ما أنجز فلوزير العدل رؤية كما يعرف كل الواحد في بلدنا شاد مقتل المصاجين المرهلين من السجن الكبير هنا أنجمينا أمسينين لكوروتورو بعد ذلك كان عن ناس ديل ناس أشخاص مجهولة لهيقتهم وقترت عليهم الناس ديل قبطنا عليهم والمحكمة الجناهية فقريب فتأجد جلستها وتحكم عليهم إن شاء الله وتلبت من كل ضابط غدائي بين الغواريز الغدائي عشان يقدع للغانون ويتبق غانون الجمهوري والإنجازات الثانية كان خيرنا القانون الجناهي اللي هو خمسين سنة وفي التغيير كان مصحنا من قانوننا قانون الجمهورية الشاد الهكم بالإدام الهكم بالإدام محما تكون الجريمة إلا بس الهكم بالإدام كان حفظنا إلا للعمال الإرحابية مصالة جمهورية الشاد في مؤتمر كان في اتفاقية تجمع نجر وشاد ومالي وبركينة حفظوا اتفاقية التعاون القضائي في مجال الغدائي بين الدول الزكرتاء عشان نصمة للغداد بهذه الدول المذكورة عشان يتعاونوا وخدمتهم تكون متواصلة للإرهاب وكل الجرائم في الهدود وفي رد لسؤال ما هي نظرة المجتمع الدولي للقضاء الشادي وعن التهديات التي تعيق سير القضاء والحلول الممكنة إندي مشكلة في القضاء في تعليمهم في تدريبهم وهناك في مأحلهم لأن الغداد يكون محفوظ من كل تقعارب للرشوة يكون محفوظ ده خلي مرتبات وإنجازات وكل مأحلات تكون موفرة عشان بغلي أنين نحاسبوا ونعاقبوا لأن الغداد بل أبدور كبير في المجتمع وفي التعايش السلمي بين الجادين المشكلة كبيرة ده تغيير أن أقول الجادين لأن أقول الجادين لحد الآن مهتفزة بتغاليد وعادات مخالفة الغنون مخالفة الدستور المهتفزة والناس بتقبيره دي بس الناس والشادين وصلنا اليوم في درجة أي واحد دائر هو بنفسه يقلى حقه ما بمشي ما بغضاء للغداء يمكن القول بالرغم من الجهود التي بذلت الحكومة في مجال القضاء والحقوق التي كفلها الدستور لكافة المواطنين يتطلب من القائمين في هذا المجال بذل المزيد من الجهود لأجل نيل ثقة المواطنين هذا ومما يشاد به فقد قامت المحاكم خلال العام المنتهي إلى إيجاد الحلول للعديد من المسائل القضائية والقانونية حيث عرض بشكل إجمالي في الدورة القضائية للمحكمة العليا للعام 2017 تسعة عشر ألف وستمائة ثلاثة وثمانين حالة إدانة تم تسجولها وعولج منها عشرة آلاف ومائتين واثنين وثمانين حالة أي ما يعادل اثنان وخمسين فاصل ثلاثة وعشرين في المئة ملفا تم دراسته وهكذا يستمر القضاء في أداء دوره الجسيم المتمثل في البت والسهر في الملفات الجنائية والعادية من أجل تطبيق القوانين السارية بحزم على كل المخالفين والمجرمين والمختلصين للأموال العامة للدولة والشعب كما أن من واجب مؤسسات المجتمع المدني ورجال الدين ووسائل الإعلام القيام بتوعية المجتمع حتى يسود الأمن والاستقرار بين أفراده وفق تطلعات سلطات العليا في البلاد وكل عام والشعب الشادي بخير